علي محصن وجهو رسالة للطارق صالح بعد اقتحام فلاته بعدا وفراره لصنعاء لنشاهد التفاصيل تصدر الطارق صالح قائد الفصائل الموالية للامارات في الساحل الغربي لليمن المشهد جنوبا بعد محاولة استحضار عمه في عدن على حساب الفصائل المنادية بالانفصال وكشف سيف الحضر مستشار محصن الاعلام ورئيس تحرير صحيفة اخبار اليوم الصادرة من مأرب عن اقتحام مسلح الانتقال لفلة يتخذها طارق صالح كسكن له في عدن بعد رفع افراد حراسته لعلم اليمن مشيرا الى قيام عناصر الانتقال بتمزيق العلم وتهديد الحراسة قبل ان تدخل وساطة من الزبيدي والعليمي لتهديئة الوطع وحاول الحضر الشماتة بطارق عبر التقليد من هول الهجوم على عضو في اعلى سلطة مولية للتحالف وفي وقت لاحق من الحادثة عمل طارق صالح تهديئة الفصائل الجنوبية بتغريدة مستعجلة قال فيها بان الاحتفال بالوحدة يتمثل باستعادة ما وصفها بالعاصمة على الرغم من شن طاقمه الاعلامي حملة على الانتقال وطالب رئيس المجلس الرياسي بقرارة مستعجلة لانهاء سيطرة فصائل الانتقال على عدن وهذه المرة التي تحمس فيها طارق بشأن الوحدة منذ اعادة تشكيل فصائله في عام 2018 وسلوكه قط الانفصال في خطاباته وهو ما يشير الى ان طارق الذي اصبح جزءا من السلطة الجديدة يحاول استحضار ارث عمه في اطار تسويق نفسه كبديلا لكافة القوى الموالية للتحالف شمالا وجنوبا وطارق العضو الوحيد في الرئاسي الذي لا يزال في عدنة من اصل سبعة اخرين جميعهم غادروا المدينة